أكدت مصر نجحها في الوصول العادل إلى رعاية مرضى فيروس التهاب الكبد وتخليص الشعب المصري من هذا المرض الذي فتك بالألاف من المرضى خلال العقود الماضية وفي كلمة مصر خلال اجتماع تحالف أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على التهاب الكبد الذي عقد على هامش الدورة الثامنة والسبعين من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد وزير الصحة خارد عبدالغفار انخفاض معدلات انتشار فيروسي إلى 38 من مئة في المئة عام 2022 وأضاف عبدالغفار أن خطة القضاء على فيروسي من خلال مبادرة 100 مليون صحة تضمنت توفير العلاج ومستلزمات الفحص مجانا في 170 مركزا لعلاج الفيروسات الكبدية على مستوى جميع محافظات الجمهورية حتى نجحت المبادرة بالعلاج المكثف للمرضى المصابين في الوصول إلى معدلات إصابة أقل من المعدلات العالمية من مرضى الفيروس اشتركوا في القناة